كورينتان مارتينيز في مؤتمر صحفي عقده بن واكشوت عن تشكيلته الرسمية التي ستواجه منتخب الكاميرون في الرابع عشر من شهر الجاري بالإضافة لتشكيلته المحلية وقال مارتينيز إنه لن يجري أي مباراة ودية قبل الكاميرون خوفا من الإصابات رغم أن المنتخب الكاميروني سيجري مباراتين وديتين بأوروبا الكاميرون منتخب قوي والمباراة معه ستكون صعبة للغاية صحيح أنه سيجري مبارتين وديتين في أوروبا أما نحن فسنكتفي بالتدريب الجيد والتركيز على الجانب المتعلق بالقدرات البدنية سوف لن نجازف بخوض مباراة ودية مع نيجيريا ولا مع أي منتخب آخر فاحتمال خطر الإصابات ينبغي العمل على تفاديه إذن سنركز وفقط على التدريب الداخلي وسنحاول أن نكون على مستوى التحدي لمواجهة الكاميرون والفوز في المباراة وفيما يخص التشكيل التي خلت من بعض الأسماء التي كان يتوقع أو يتوقع البعض أن يتم اختيارها فقال مارتين يزي أنه يختار طبقا لفلسفته الخاصة والمعتمدة على قدرات ومهارات اللاعبين والتي قد لا يتقاسمه معه الآخرون فيما يخص اختيار التشكيلة تثار في كل مرة ذات تساؤلات لماذا اخترت هذا وتركت ذاك؟ أريد التأكيد هنا على أنني أعتمد في الخيارات على قدرات اللاعبين ومهاراتهم وعلى فلسفتي ورؤية الخاصة والتي قد لا يتقاسمها بالضرورة معي الآخرون قد يرون أنه كان من الأجدر اختيار آخرين غير هؤلاء لكنني أرى الصوابة فيما اخترت ترجمة نانسي قنقر